موسيقى اشتركوا هذا المقطع في كل مكان لكي تعمل الفيدة على الجميع بارك الله وفيكم واذا لم تكرمشك صديقي العزيز فاشترك بضغط على سبسكرايب واشتراك وفعل الجرس على الكل لكي تتوصل بكل جديد فالقاونة الاخيرة وجدوا الكثير من الناس قد نزلت فيديوهات ومنشورات عن سيرفرات تتحاول الى متجر جوجل بلاي لكن صديقي العزيز هذا خطأ كثير جدا يتم الوقوع فيه فرصحتي لك صديقي العزيز يتغير الفي بيين الذي كنت تستعمله وسوف اقدم لك الحل بكل بساطة فلتقصروا معي بوضع عليكم شكرا جزيلا لكم فرح نبدأ الان في تنفيذ الطريقة الاسطورية جدا فنظم بشكل سخيئ الكرام فعلى سبيل المثال رح ننفذ هذه الطريقة على هذا التطبيق فرح نشغل الفي بيين على الولايات المتحدة الامريكية ميامي كالعادة فكما تشاهدون نفس السيرفر الذي دائما اشتغل عليه رح اشغل الان على الولايات المتحدة الامريكية ميامي ولن اشغل اي في بيين اخر فرح ننتظر قليل حتى يحمل معنا هذا الفي بيين فكما تشاهدون كونيكتد يعني تم الاتصال بدون اي مشكل فرح نخرج هكذا ثم رح ندخل الى التطبيق كما تشاهدون بطريقة صورية وسهلة جدا فرح اسجل الدخول وعودوا اليكم سريع اصدقائي الكرام فكما تشاهدون اصدقائي الكرام تم التسجيل للدخول بدون اي مشكل والان سوف اقدم لكم الطريقة الحصرية اصدقائي الكرام فكما تشاهدون رح نذهب الى اجي سوف اريكم المشكلة اولا ثم رح اريكم الطريقة الاسطورية جدا فلا تقصر معي صديقي العزيز بوضع ليك وتشارك هذا المقطب في كل مكان لكي تعمل في دعالة الجميع بارك الله فيكم فرح نذهب بشرتين الى اجيم اصدقائي الكرام كما تشاهدون فرح ان الان مشاغلين الفي بيين على الولايات المتحدة الامريكية ميامي فكما تشاهدون هذه هي الوروث كما تشاهدون فالان سوف اريكم المشكلة الذي يقع فيها الكثير من الناس على سبيل المثال رح نختار هذا العرض فرح نضط هكذا ثم رح نضط على الارقام كما تشاهدون 41688 فرح نضط هكذا الزقائي الكرام على الارقام فكما تشاهدون رح اريكم ما هي المشكلة الذي يقع فيها الكثير من الناس فننتظر قليلا حتى تحمل معنا الصفحة ونشوف ما هي المشكلة فكما تشاهدون الزقائي الكرام هنا يقولون لنا تم اكتشاف الفي بيين ولا يمكن تنفيذ هذا العرض فهذه هي المشكلة فما عليك صديقي العزيز الدخول الى المدونة الخاصة به فرح تجدون رابط المتصفح الذي سوف نشتغل عليه فبذلك رح نحنق المشكلة بدون اي مشكل فرح تجدون كل روابط اسفل الفيديو في الوص فكما قلت لكم اصدقائي الكرام فما عليكم فقط تحميل هذا المتصفح كما تشاهدون فما عليكم فقط الضغط ضغط مطولة عليه هكذا ثم رح تضغطون على اوب او كما نقول عددات المتصفح فرح ننزل اسفل ثم رح نضغط على بروزر اوب كما تشاهدون ثم رح نحدد على هذا المتصفح كما تشاهدون بالضغط على هذه الخانة وبذلك اصدقائي الكرام رح نرجع الى التطبيق ونجرب هل تم حل المشكلة ام لا فرح نغلق هذه الصفحة هكذا والان رح نغلق التطبيق من الخلفية ثم ندخل اليه ونشوف اصدقائي الكرام هل تم حل المشكلة ام لا والشيء الخرافي انه هو بنفس الفيبين الذي نشتغل عليه بدون تغيير الفيبين او السيرفر الخاص بنا وبذلك لناخذ بنا في الموقع او التطبيق الذي نشتغل عليه بدون اي مشاكل فالان سوف ندخل الى التطبيق كما قلت لكم ونرى هل تم حل المشكلة ام لا ندخل الى التطبيق هكذا اصدقائي الكرام ثم نسجل الدخول وعودوا اليكم سريع كما تشاهدون تم التسجيل بنجاح والان سوف ندخل الى الجيم ونشوف اصدقائي الكرام رح نضغط على الجيم هكذا ثم نتخطى هذا الاعلان القصير كما تشاهدون رح نضغط على هذا الخانة والآن سوف نضغط مرة أخرى على نفس العرض ونشوف هل سوف يحول معنا أم لا فرح نضغط هكذا أصدقائي الكرام ثم نضغط على النقاط ونشوف أصدقائي الكرام فهنا رح نختار أي خلفية هكذا أصدقائي الكرام كما تشاهدون وسوف ننتظر الآن ونشوف هل تم تحويلنا إلى متجر جوجل بلاي أم لا فكما تشاهدون نتحولنا إلى المتجر جوجل بلاي فرح نضغط هكذا وكما تشاهدون بدون أي مشاكل وكل شيء أمامكم الحمد لله تم تحويلنا إلى متجر جوجل بلاي فرح نضغط ونشوف عروض أخرى هل سوف تحول معنا أم لا فعلى سبيل المثال رح نختار هذا العرض كما تشاهدون فرح نضغط هكذا ثم على النقاط نشوف هل سوف يحولنا أم لا ننتظر قليلا فقط نشوف كما تشاهدون تم التحويل بنجاح فرح نرجع إلى التطبيق ونشوف عرض ثلاث هو الأخير فرح نرجع هكذا أسقائي الكرام كما تشاهدون ثم رح نختار عرض ثلاث فعلى سبيل المثال رح نختار هذا العرض إيفوني الذي شرعته لكم آخر عرض كما تشاهدون ونشوف هل تم تحويلنا أم لا على متجر جوجل بلاي وكما تشاهدون أسقائي الكرام تم تحويلنا بدون أي مشاكل والشي الجميل الخرافي أنه يمكننا استعمال هذه الطريقة في كل المواقع الربحية وكل التطبيقات الربحية فرح نشغل هذه الطريقة على المواقع الربحية ونشوف هل سوف يحولون أم لا فرح نجرب الطريقة على موقع تجريبي ونشوف هل سوف يحولون أم لا بهذه الطريقة الأسطورية جدا فلتخصر معي صديقي الأسيس بوضع ليك وتشارك هذا المقطع في كل مكانك يتعمل نفيد على الجميع بارك الله فيكم ونهي سوف نذهب الآن إلى موقع تجريبي ونجرب هل سوف يحولون بهذه الطريقة أم لا كل التطبيقات وكل الهروض الذي سوف ننفذها على الموقع فكما تشاهدون سهر فينسah كرم رح نشغل الفي بي عين على الولايات المتحدة الأمريكية مياميا كلاعدة فرح نضغط هكذا ونشغل الفي بي عينك كما تشاهدون نظر قليلا فقط حتى يفتح معنا التطبيق الفي بي عين تجريبي تم الاتصاله على الولايات المتحدة الأمريكية بدون أي مشكل ولكن سوف نذهب لأ المتصفح كما تشاهدون بعد ذاك رح نختار الخلفية يوليد أن لا خلفيها Tahe نريدмос فعلى سابين مثل هذه الخلفية ثم نضغط على دون بعد ذلك راح نضع هذا الرابط فعلى سابين مثل راح نجرب هذه الطريقة على هذا الموقع كتجربة فقط السخياء الكرام فرح أسجل للدخول وعودوا إليكم سريع فكما تشاهدون السخياء الكرام تم تسجيل الدخول بنجاح والآن سوف نذهب إلى أجيم ونشوف السخياء الكرام هل سوف يتم توجيه هنا للمجهج جوجل بلاي أم لا فرح نضغط على أجيم هكذا السخياء الكرام كما تشاهدون فرح ننتظر حتى تحدث معنا الصفحة وتظهر معنا العروض فكما تشاهدون تم ظهور العروض بدون أي مشكل ونحن سوف ننزل أسفل مثلا عرض إيفوني الذي شرحته لكم آخر عرض كما تشاهدون فرح نضغط على ألف نقطة هكذا ونشوف هل سوف يتم توجيه هنا إلى المجهج جوجل بلاي أم لا فرح ننتظر قلينا الزقاء الكرام فكما تشاهدون رح نضغط على جوجل بلاي وتم توجيه هنا بالفعل إلى جوجل بلاي بدون أي مشكل فرح نذهب مرة أخرى ونشوف عرض ثاني مثلا هذا العرض جراند مافيا فرح نضغط على ألف وثمانمية ونشوف هل سوف يحاولون أم لا إلى المجهج جوجل بلاي أم لا فكما قلت لكم هذا هو الحل النهي لهذه المشكلة لكل تطبيقات الربحية وكل المواقع الربحية وهذا هو اثبت تحويل المتجر جوجل بلاي كما تشاهدون على سبيل مثال رح نختار هذا هذا التطبيق أو هذا العرض نضغط على مئتين وعشرين ونشوف وبهذا تم التحويل بنجاح وكما تشاهدون والآن يمكننا تنفيذ العرض بدون أي مشكل فأتمنى لا تقصروا ماي بوضع عليك وتشاركوا هذا المقطع في كل مكان لكيتم منفيدة على الجميع بارك الله فيكم والشيء الجميل في هذه الطريقة لا تغير الفيبين الخاص بك أو السيرفر الخاص بك وبذلك رح تكمل في الموقع أو التطبيق الذي تشتغل عليه ولا تأخذ ذبان من هذا الموقع أو هذا التطبيق الذي تشتغل عليه وتسحب بدون أي مشكل وشكرا جزيلا على المشاهدة ولا تنسى دعمي بريك صديقي العزيز ومشاركة هذا الفيديو مع الناس لكي تستفيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر